اشتركوا في القناة والدفاعي الروسية تتحدث عن تدمير شبه كامل للقدرات العسكرية الاوكرانية وتهدد باستخدام نووي في حال تعرضها لاي تهديد نائب رئيسي الوزراء الاسباني يصف قرار بيدرو سانشيز بشأن الصحراء الغربية بغير الدستورية وانتهاك للقانون الدولي ومظاهرات في اسبانيا منددة بالقرار دربات جوية للتحالف على الصنعاء والحديدة ردنا على هجمات للحوثيين والجماعة تتقدم بمبادرة لوقف اطلاق النار روسيا تعتزم تسعير غازها بالروبل والخطوة تثير رعبا في اوروبا اهلا بكم الى تفاصيل في المستهل قررت وزارة ودفاعي الروسية السبت ان القدرات القتالية للقوات المسلحة الاوكرانية تراجعت بشكل كبير وان القوة الجوية الاوكرانية قد دمرت بالكامل تقريبا وان السلاح البحرية لم يعد موجودا مشيرا او مشيرة في بيان لها ان جهود قواتها ستوجه لاقتحام خمس مدن محاصرة بينها العاصمة الاوكرانية كيافا في غضون ذلك حضرت موسكو من انها لا تستبعد اللشوء الى استخدام سلاحها النووية في حال تعرضها لاي تحديد روسيا لها الحق في استعمال اسلحتها النووية يقول نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديمتري مدفيدف الذي اكد السابت ان بلاده يمكنها استخدام هذه الاسلحة في حالة تعرضها لهجوم نووي او عمل يهدد وجودها حتى بدون استخدام اسلحة نووية تصريح مدفيدف تزامن مع تصريح مماثل لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي قال ان الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوة النووية الاستراتيجية يمثل اولوية التلويح باستعمال الاسلحة النووية تزامن مع بيان وزارة الدفاع الروسية التي اعلنت فيه عن تدمير مستودع للدخيرة والاسلحة في منطقة جومير بصواريخ كاليبر واسقاط ثلاث مقاتلات وست مسيرات وتدمير مائة وسبعة عشر منشأة عسكرية اوكرانية الدفاع الروسية كشفت ايضا ان وحداتها سيطرت على مركز قيادة عسكري في بلدة نيكولايفكا تحت الارض محمي ومحصن يقع بضواح كياب وان واحدا وستين عسكريا منهم ضباط كانوا في المركز استسلموا للقوات الروسية طواعية من جانبه الجيش الاوكراني قال في بيان له انه كبد خلال معارك متفرقة القوات الروسية خسائر كبيرة بدورها قالت وسائل اعلام اوكرانية ان انفجارا كبيرا حدث في مستودع نفط في مدينة الفيفا الاوكرانية جراء قصف ساروخي روسي كما تحدثت عن دخول قوات روسية مدينة سلافيوتيتش القريبة من تشيرنوبيل حرب اخرى تدور رحاها بصمت عبر الهواتف النقالة حيث اتهمت وزارة الدفاع الروسية المخابرة الاوكرانية بارسال استدعاءات كاذبة لجنود الاحتياط عبر الهواتف الجوالة من اجل التجنيد وقالت الدفاع الروسية انها لم تقم باستدعاء احد الى شعب التجنيد ولا تخطط الاستدعاء اي مواطن خاضع للاحتياط الى ذلك اكد نائب رئيس هيئة الاركانية الروسية نهى انه تم تحقيق الاهداف الرئيسية للمرحلة الاولى من العملية العسكرية في اوكرانيا واضاف بان الهدف الرئيسي في الوقت الراهن هو تخرير دومباس هذه ايضا مسألة تخلي عن استخدام النفط والغاسي الروسيين دولة مسؤولة مثل دولة قطر هي مصدر موثوق به وقوي لموارد الطاقة ويمكنها تمويل مساهماتها في الاستقرار في اوروبا ويمكنها فعل الكثير لاستعادة العدالة مستقبل اوروبا يعتمد على جهودك واطلب منك زيادة انتاج الطاقة لضمان ان يفهم الجميع في روسيا انه لا يمكن لاي بلد استخدام الطاقة كسلاح وابتزاز لابتزاز العالم رئيس هيئة الاركانية الروسية قال ان بلاده سترد على الفور في حال تقرر اغلاق المجال الجوي الاوكرانية لقد تم تحقيق الاهداف الرئيسية للمرحلة الاولى من العملية العسكرية بشكل عام وقد تم تقليل الامكانات القتالية للقوات المسلحة في اوكرانيا بشكل كبير كما اؤكد مرة اخرى ان هدفنا الرئيسية هو تحرير دونباس علقت سلطات تركيا حركة السفن عبر مذيقيا البوسفور بعد رصد جسم يشتبه بانه لغم بحري قرب مرفأ سريير تركيلي في مياه البحر الاسود وكانت هيئة الامن الفيدرالية الروسية قد اتهمت العسكريين الاوكرانيين بزرع اكتر من اربعمائة لغم بحرية في مياه البحر الاسود في محيط موانئ اوديسا واوتشاكوف وتيرنو موريسك ويوجيني على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في اوكرانيا محذرة من ان هذه الالغام في حال افلاتها من مراسيها قد تصل الى البوسفور ثم الى حوض البحر المتوسط خول تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا ينضم الينا من العاصمة العرقية بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد الاستاذ عدنان الكلاني اهلا وسهلا اعكم الله وحاجة جميع مشاهديكم الكرام وحاجة كادركم المحترم مرحبا اذا سيدة العميد بداية تقول روسيا انها حققت اهدفها الاستراتيجية من العملية بعد مضي شهر عن بدايتها ما مدى سخت هذا القول بسم الله الرحمن الرحيم يعني اليوم نتحدث عن جيش محترف عن ثاني قوة بالعالم وهي تعتبر الان يعني بالمضعف للقوة الاولى الأضمى بالعالم وبالتالي حينما يتحدث القادر العسكريون يتحدثون بمهنية واحترافية نعم روسيا من ناحية العسكرية حققت اهدافها والتقدم الروسي بنظر عسكرية كونها عسكري لاحظنا ان التقدم العسكري هو تقدم اداري اكثر ما هو تقدم قتالي على اعتبار انه روسيا لا تحاول استخدام سياسة حق الارض ثم التقدم وانما تحاول المحافظة على المدنيين وعلى المنشآت وعلى الابنية واستهداف فقط الاهداف العسكرية التي ممكن ان تشكل خطر على التقدم الروسي اذا روسيا لديها اهداف نبيلة في اوكرانيا ربما سيعيدنا هذا الى ما حدث في الشيشان قبل فترة كان ايضا هناك معركة بين الروسيا والشيشان تقدم الجيش الروسي حاول التقدم باسلوم اداري وتكتيكي وبالتالي نصب قاعد عسكري موالي وانسحب العرض الشيشانية واصبحت الشيشان موالية لروسيا واليوم هناك علاقات وطيدة بين الجيش الشيشاني والجيش الروسي والدولة الشيشانية وروسية فايضا ما يحدث في اوكرانيا اليوم هو تقريبا مشابه الى ما حدث في الشيشان روسيا تحاول التقدم باسلوب اداري استشياح الارض الاوكرانية باسلوب وتكتيك ليس قتال الابطراز الاول على اعتبارنا بإمكان الجيش الروسي استخدام سياسة عرض الارض ثم التقدم لكن هذا لم يستخدمه وايضا استخدم اسلوب النار والحركة يعني تقدم على اهداف حيوية استراتيجية دكها عن طريق الجو وايضا مهد لها باستخدام الصواريخ والطيران بالقضاء على الدفاعات الجوية وسمح لقوات الجوية بالتحكم بسماء اوكرانيا وقوات البرية تحرك باريحية تامنة اعتقد روسيا انتصرت لحد اليوم؟ نعم سيدة العميد لكن لماذا لم تحكم روسيا سيطرتها بالكامل على دونباز على الرغم من تواجد الانفصاليين الموالين لها هناك يقاتلون الى جانبها قليم دونباز يعني اعتقد هناك تدخل غربي وتدخل امريكي وحاول زج بعض المرتزقة فبالتالي لا تحاول روسيا خوض حرب غير تقليدية مع مرتزقة تحاول استخدام اسلوب نفس الاسلوب من دخل الى دونباز وبالتالي استخدام العناصر الموالية لروسيا وستكون هناك حرب اصعبات حرب بين رجل ولا رجل يعني ستكون القوات الروسية اذا دخلت دونباز واستمرت بالتواجد لدونباز ربما تتكبت خسائر كبيرة على اعتبار ان هناك من دعم هذا الاقليم ومن دعم ايضا كيف العاصمة باسلحة تساعد على قتال الشوارع وحرب الشوارع واسلوب حرب الانصابات وهذا ما لا تتبناه لانه سيكلف الجنش روسي كثير فبالتالي استخدام المناطق التحويط والاعتماد على عامل الوقت وايضا في وسيلة الضغط على دول اوروبا ولاحظنا الامس واليوم هناك حلف جديد ظهر بتسع دول ما يسمى التدخل السريع على اعتبار انه دول الغرب ودول اوروبا يعني وضحت لها الصورة امريكا زجت اوكرانيا في حرب محاولة استثمار الجيش الاوكراني والارض الاوكرانية والشعب الاوكراني كعطماءة كالكي تتحقق العطماءة الامريكية حاولت استنزاف الجيش الروسي والقضاء على القوى الروسية من خلال التضحية باوكرانيا وبالتالي اعتقد الحلف التسع اللي شكلت من سمة الدخل السريع في فرنسا وهولندا ومالجيكيا والمانيا وايضا مريطانيا انضمت الى يعني مجموعة الدول تعتقد انه ربما امريكا تخلى فيها نعم سيدة العميد بالحديث نعم بالحديث عن الدعم العسكري برأيكم كيف ساهم هذا الدعم العسكري الغربي لكييف في صمود القوات الاوكرانية لحد الان اولا القوات الاوكرانية لم تصمد القوات الاوكرانية تقهرت تماما امام الجيش الروسي لكن هناك مرتزقة زجو في المدن وهذا ما ترغب به امريكا واتباحا يحاولون استدراج القوات الروسية لداخل المدن لكي تكون هناك حرب اصابات وحرب غير تقليدية بالتالي هذا اعتقد لن ينطلع على الجيش الروسي ستبقى القوات الروسية مطوقة للمدن وستراهن على عام الوقت وبالتالي ستحاول بطريقة اخرى استمالة الجيش الاوكراني لصالح روسيا ربما سيكون هناك قائد عسكري اوكراني يستلم زمام الامور وبالتالي اعتقد ستنسح للقوات الروسية من الاراضي الاوكرانية باريحية بعدما تعقد بعض الصفقات او ربما بعض الشهور السهلة اذا استلم الجيش الاوكراني زمام الامور في اوكرانيا في سؤال اخير فقط هل تعتقدون ان الغرب يخوض اليوم حربا بالوكالة في اوكرانيا باكتفائه بتقديم الدعم العسكري فقط ليس الغرب وانما هي حرب امريكية روسية فبالتالي اليوم امريكا تحاول استثمار كل العناصر لاضعاف الجيش الروسي وحاول ضحت باوكرانيا وتحاول حتى التضحية في دول اوروبا وفي الحل الاطلسي وفي النيتو من اجل مصالح امريكا فاعتقد دول الغرب فهمت هذا السيناريو واعتقدت وتيقنت انها هي الحرب غاياتها امريكية واهدافها امريكية والهدف الكبير جدا والانتسعة لامريكا هو ضعاف القوى الروسية فاعتقد يعني حارط التحالفات ستتغير ربما لن نعتمد على حادية القطب واعتقد هناك سيكون ثلاثة اخطاب دول اوروبا والحلف الجديد وايضا روسيا والصين وكوريا الشمالية وايران هذا ايضا ستكون قوة اخرى اضافة الى امريكا وبالتالي العالم سيعتمد على اطراتي الاقضاء بدل ما كان واليوم وقطب واحد تتحكم به الادارة الامريكية وتضحي بالشعوب ومستقبل الشعوب وثروات الشعوب وارض الشعوب وبالتالي لا تحترم احد ولن يكون هناك حليف لامريكا ممكن ان تفي تفي بوعودها وصلت الفكرة الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد الاستاذ عدنان الكناني شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من العاصمة العرقية بغداد شكرا جزيلا في السياقية ذاته طالب رئيس والوكراني فولوديمير زلينسكي خلال كلمة القاها على القادة المجتمعين في الدوحة عبر تقنية التحاضر المرئية عن بعود طالب دول المنتجة للطاقة برفع حجم انتاجها من النفط والغاز للحيلولة دون ما وصفها بالاستفزازات الروسية لبلاتح هذه ايضا مسألة تخلي عن استخدام النفط والغاز الروسيين دولة مسؤولة مثل دولة قطر هي مصدر موثوق به وقوي لموارد الطاقة ويمكنها تمويل مساهماتها في الاستقرار في اوروبا ويمكنها فعل الكثير لاستعادة العدالة مستقبل اوروبا يعتمد على جهودك واطلب منك زيادة انتاج الطاقة لضمان ان يفهم الجميع في روسيا انه لا يمكن لاي بلد استخدام الطاقة كسلاح وابتزاز لابتزاز العالم شهدت الدوحة اليوم انطلق منتدى الدولي بمشاركة الجزائر ممثلة بوزير الخارجية رمط العمام رحول تحول لعصر جديد وخلال افتتاح المنتدى في دورته العشرين حذر امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني مما اسمها عسكرة الحلول التي تنامت لتصل الى ذروتها في العقود الاربعاتية الاخيرة وهي ما تترجمه الازمة في اوكرانيا امير دولة قطر شار خلال كلمة ايضا الى ان النزاعات والحروب لا يجب ان تخفل او تخفل في المقابل عن القضية الفلسطينية التي تعاني منذ عقود من الاحتلال الاسرائيلي والتجاهل الدولي بمشاركة دولية واسعة انطلقت اكبر منصة عالمية للديبلوماسية والحوار والتنوع في العاصمة القطرية الدوحة شعار نسخة هذا العام من المنتدى يعكس صورة الاوضاع والتحديات الدولية الراهنة التي تواجه العالم امير دولة قطر نبه في كلمته الافتتاحية الى ان العالم وصل الى مرحلة مفصلية على كافة المستويات ونوها بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد صمام الامان للمجتمعات الحرب في اوكرانيا كانت من ابرز المحاور الذي حضرت المنتدى حيث اكد امير قطر تضامنه مع الابرياء واللاجئين من ضحايا هذه الحرب ونوها في السياق لان النزاعات والحروب لا يجب ان تخفل عن قضايا اخرى كالقضية الفلسطينية التي تعاني منذ عقود من الاحتلال والتجهل الدولي المنتدى الذي يصفه مراقبون بالفرصة الحقيقية للحوار الصريح سيعقد جلسات لمناقشة التحديات الحارجة التي يواجهها العالم بما فيها الامن السيبراني والعلاقات الدولية وامن الطاقة الى جانب الامن الغذائي الذي فجرت تداعيتها الازمة الاوكرانية اضافة الى قضايا الهجرة وظاهرة الاسلاموفوبيا والنزاعات الدولية في مقدمتها الحرب في اوكرانيا وما تخلفه من تداعية على كافة القطاعات الاستراتيجية للدول قال رئيس الصحراوي ابراهيم غالي ان قرر الحكومة الاسبانية الداعم لمؤامرة الحكم الذاتي المغربي في الصحرائية الغربية يمثل تشجيعا لاستمرار الاختلال العسكرية اللاشرعية على حساب حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال هذا وشهدت العاصمة الاسبانية مدريد مظاهرات خاشدة منددة بقرار سانتشاز ومطالبة باعادة النظر فيه لم يكن يدرك رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانتشاز ان قراره المفاجئ بدعم طرح الاحتلال المغربي في القضية الصحراوية سيتحول الى ثورة تقودها احزاب سياسية ومنظمات حقوقية اسبانية رفضا للقرار الذي يراه مراقبون بانه تنصل اسبانية من المسؤولات القانونية والتاريخية من النزاع في الصحراء الغربية فبعد الانتقادات التي تعرضت لها حكومة سانتشاز امام البرلمان مظاهرات حاشدة تشهدها العاصمة الاسبانية مدريد رفضا لقرار سانتشاز ليس باسمي شعار رفعه المتظاهرون بالقرب من مقر وزارة الخارجية الاسبانية تعبيرا عن ان خطوة سانتشاز انما هي فردية معزولة لا تملك اي نصيب من التمثيل الشعبية الرئيس الصحراوي ابراهيم غلي في رده على قرار مدريد اكد في كلمة القاها لدى اشرافه على افتتاح اشغال الدورة العادية السادسة للامانة الوطنية لجبهة البوليساريو على ان قرار سانتشاز انما هو تشجيع للاحتلال وتقويض للمساعي الاممية لحل النزاع اعلان دعم المؤامرة المغربية للحكم الداتي في الصحراء الغربية يعني بكل وضوح دعم الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي وبالتالي تشجيع الظلم والعدوان والتوسع على حساب الشرعية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرها وكانت النائبة الثانية لرئيس الوزراء الاسباني يولندا دياز قد اكدت ان قرار رئيس الوزراء بيدرو سانتشاز بشأن الصحراء الغربية غير دستورية ويمثل انتهاكا للقانون الدولية ما يضع حكومة سانتشاز امام حتمية تقديم شرح موقفها للشعب الاسباني ولشركائها السياسيين وعلى رأسهم حزب بوديموس اليسارية الذي يعتبر اكبر المعارضين لانقلاب الموقف الاسباني بشأن القضية الصحراوية للمزيد حول الموضوع ينضم الينا من اسبانيا الاعلامي والمحلل السياسي الصحراوي الأستاذ لحسن بولسان أهلا وسهلا أصحى النور أستاذ تحية لكم ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية أهلا أستاذ لحسن بداية شهدت العاصمة الاسبانية مدريد اليوم مظاهرات هي الأكبر منذ الموقف الاسباني الداعم للاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية ما هي الشعرات التي رفعت في هذه المظاهرات وما هي التشكيلات السياسية وكذا المنظمات التي ضعت إليها شكرا جزيلا الأستاذ وفي الحقيقة مظاهرة مدريد اليوم تتتوجا للعديد من التحركات على مستوى مختلف القطاعات الإسبانية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها أجمعت كلها على الإدانة لما أقدم عليه السيد شانسيس في موقفه الأخير المتعلق بحق الشعب الصحراوي في تقارير مصير وفي نفس الوقت كذلك يعني خلقت جوا أو نقاشا سياسيا أصبح محتجم جدا بين حكومة الاشتراقيين ومختلف الفعاليات والفاعلين في الساحة السياسية وطيف السياسي الإسباني عموما هذا ناهيك طبعا عن الدور وعن الصوت القوي جدا لمختلف المنظم الفاعلي أو المنظمات المجتمع المدني وخاصة النقبات على شكلة كوميسيون بريرا وعلى شكلة أخيطي ومؤسسات لا التأثير ولا الصدى الواسع في الساحة السياسية الإسبانية وبالتالي مظاهرة مدني اليوم كانت حقيقة تتويجا لهذا الحراك وكانت كذلك تحت شعار ليس بإسمي بمعنى أنه هذا الموقف وموقف حادش دن اتخذ ورئيس الحكومة الإسبانية بعيدا عن الإجماع الوطني والدليل على ذلك عن الصدى أو التداعيات التي عقبت هذا التصريح وكذلك المحاكمة والشعبية والسياسية التي تعرض لها الحزب الاشتراكي والسيد سانشيز ووزير خارجياته السيد الباريس يبقى السؤال المطروح الآن في الساحة الإسبانية هو هل تطيح قضية الصحراء الغربية وعدالة قضية الصحراء الغربية بحكومة سانشيز من الأكيد أن تصريح السيد سانشيز خلق أو كان سببا في خلق الشرخ واضح جدا على مستوى التحالف أو على مستوى وحدة تضامن الحكومة الإسبانية التي توصف أصلا بأن حكمة تلافية ولكنها هشة لغاية جدا نعم ونعرف كيف تطلب من الوقت سيد بولسان نعم نعم تأتي هذه المظاهرات في وقت يطالب شركاء سياسيون في حكومة سانشيز تقديم شروحات حول انقلاب الموقف الإسباني في النزاع في الصحراء الغربية ما المنتظر الآن من أن يقدمه سانشيز كتبرير لموقفه الدعم للاحتلال المغربية هو من الواضح جدا أن تسريب الأجهزة المغربية لمضمون الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى ملك المغرب أنه كانت لها تداعيات خطيرة أو تداعيات على الساحة الإسبانية واعتبر ذلك أولا إهانة للدبلوماسيا الإسبانية وإهانة حتى للموقف الإسباني وفيما يخص يعني التعاطي الدبلوماسي بنوع من الندية وخاصة أنه تم التعامل مع طرف يوصف هنا في إسبانيا بأنه جار لا يؤتمن وبالتالي يعني لما مثل رئيس حكومة الدبلوماسيا الإسبانية الأربعاء الماضي أمام النواب يعني أكدوا بأن حضوره لا يغير شيء في الموقف لأنه طالبوا بحضور رئيس الحكومة الإسبانية وليس رئيس الدبلوماسية الإسبانية نظرا لأهمية الموضوع ولحساسيته في السياسة الخارجية الإسبانية وعلاقتها بالمحيط وتحديدا في المحيط المغاربي وتحديدا علاقته بالجزائر وكذلك بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة ولهذا من المنتظر إجدن أن يمثل رئيس الحكومة الإسبانية يوم الثلاثين أي يوم الأربعاء القادم والآن هناك أصوات على مستوى اتخذت بعض القرارات على مستوى بعض البرلمانات على شكلة مواقع أمس على مستوى برلمان الباسكي لما طلب الحكومة الإسبانية بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراء والديمقراطية ومن المنتظر أن تقدم التشكيلات السياسية الإسبانية على خطوات أولا تحمل رئيس الحكومة الإسبانية تداعيات هذا الانحلاف وكذلك تؤكد على حتم التمسك بالقانون الدولي ناهيك طبعا عن التجديد لدعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل تكريس حقه في تقرير المصير علما أن هذه الأطراف السياسية لا يمكن لها أن تتنصل أو تشدد على حكومة سانشيز أن مادريد لا يمكن لها تتنصل عن دورها الأخلاقي والتجديد والقانوني تجار حق الشعب الصحراوي رأينا كذلك أن نائبة سانشيز قالت أن موقف الحكومة غير دستوري وكذلك منتهك للمواثيق الدولية برأيكم ألا تعتقدون أن موقف سانشيز الدعم للاختلال معزول سياسيا هل سيؤدي كل هذا الضغط أو هل سيؤدي ربما هذا الضغط الكامل الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها من هذا النساع هو واضح جدا أنه خلال مثول رئيس الدبلوماسية الإسبانية أمام المجموعات البرلمانية يوم الأربعاء الماضي قالوا له بالحرف الواحد أنت أتيت من أجل أن تفض أزمة وخلقت ثلاث أزمات ولكن قالوا له لما أعلن بأنه سيسافر إلى المغرب يوم الواحد أبريق قالوا إن قد إلى المملكة المغربية وإلى محمد السادس بأن قرارك هذا لا يحظى بأي إجماع ولا بأي ضعم بأي قوة سياسية وله أن يتابع مضمون الجلسات وفعاليات الجلسيات وبالتالي تحاول الحكومة الإسبانية من أجل تخفيف الضغط من أجل تخفيف الضغط أن تبحث عن بعض التأويلات الخاطئة جدا لنصوص القانون الدولي وبعض المصالحات التي تكرس حق الشعب الصحراوي تحت عبارة حق أو تحت مصطلح حل المتفق عليه يتماشى مع مواثيق الأمم المتحدة وفي نفس الوقت هم يدعمون خيار الحكم الذاتي كحل قصري يفرده على الشعب الصحراوي وبالتالي من هذا الباب يعني تم الأقوف على التناقض الحاصل والبين جدا في موقف الحكومة الإسبانية وبالتالي يحاول التخفيف بأنه مرجعية في ذلك قرارات المتحدة وإيه في الحقيقة قرارات المتحدة واضحة جدا في حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وصلت الفكرة نعم وصلت الفكرة الإعلامي والمخلل السياسي الصحراوي لحسن بولسان شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من إسبانيا شكرا جزيلا لكم السادة العفو على ضوء قمة استثنائية دعية إليها قادة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس عقدت بالعاصمة الغنية أكرا واختتمت مساء الجمعة قرر قادة والمنظمة الإبقاء على العقوبات المفروضة على مالي مقابل تلويحا برفض عقوبات مماثلة على بوركينفاسو وغينيا في حال عدم تقديم مقترحا مقبولا لانتقال السلطة لا رفعا ولا تخفيفا للعقوبات المفروضة على مالي في ظل الواقع الراهن تؤكد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس خلال اجتماعها المختتم مساء الجمعة بالعاصمة الغنية أكرا تأخر تسليم السلطات العسكرية في مالي السلطة للمدنيين مقابل اقتراح منها بتمديد الفترة الانتقالية بأربعة وعشرين شهرا لا يمكن إلا أن يضع قادة إكواس أمام حتمية ممارسة ضغوط على باماكو حسبهم فقد دعت المجموعة الاقتصادية إلى قبول مقترح تمديد الفترة الانتقالية من اثني عشر شهرا إلى ستة عشر كحد أقصى على أن تنطلق مدة المقترح من الخامس عشر مارس الجاري وهو المقترح الذي قدمه مبعوث إكواس إلى مالي بالتنسيق مع اللجنة الخاصة المكلفة التي شكلت من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ورغم أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا قد حكمت الخميس الماضي بعدم شرعية العقوبات التي تفرضها إكواس على باماكو إثر دعوة رفعتها الحكومة المالية إلا أن قادة المجموعة أبدو تشديدهم على استمرار فرض العقوبات فالوضع الأمني والإنساني يستدعي التوصل سريعا إلى توافق لا يختلف الحال كثيرا بالنسبة للوضع في بوركينفاسو فمدة الفترة الانتقالية التي اقترحتها سلطات وغادوغو طويلة تستوجب إعادة النظر فيها بحسب قادة إكواس وذلك بتقديم مقترح مقبول ومعقول قبل نهاية أفريل وغير ذلك فما على السلطات هناك إلا انتظار عقوبات اقتصادية عليها تشدد المجموعة ليس هذا فحسب فالسلطات مدعوة أيضا إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المخلوع روك مارك كابوري وشكل انتهاء الفترة المحددة بستة أشهر كمرحلة انتقالية في غينيا مصدر قلق لدى قادة إكواس في ضل تأكيدهم على عدم إحراز أي تقدم بخصوص انتقال السلطة في البلاد وما سيف العقوبات إلا وسيلة ضغط أشهرته المجموعة ضد كوناكري في حال عدم التزامها بوضع أطر واضحة للعملية السياسية في السودان حاولت قوان محلية ومسؤولون رفعون تهدئة الأوضاع المشتعلة في هذا البلد منذ يومين وذلك بعد خروج مظاهرات عارمة للمطالبة بتسليم الحكم للمدنيين وشهد السودان خلال اليومين الماضيين مظاهرات ضخمة وسط العاصمة الخرطوم ومناطق متفرقة من البلاد وانعكست هذه الاضطرابات الأمنية والسياسية سلبا على الأدائية الاقتصادية حيث تدهرت العملة الوطنية بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابية الذي استهدف المملكة العربية السعودية وألحق أضرارا بالغة ببعض المنشآت الاقتصادية بحسب ما أفد به بيان الرئاسة وعبرت الجزائر عن تضامنها التام ووقوفها إلى جنب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة الهجمات العدائية أعلن تحالف العسكري بقيادة السعودية تنفيذ ضربات جوية على موقع في العاصمة اليمنية ردا على ما أسماها مصادر تهديد بصنعاء والحديدة بعد سلسلة هجمات شنها الحوثيون استهدفت منشآت النفطية في المملكة يأتي هدف وقت تقدم فيه الحوثيون بمبادرة لوقف إطلاق النار عبر وسط يبدو أن الصراع بين الحوثيين والسعودية لا يهدأ بعد سلسلة الهجمات المتزايدة والمباشرة على المملكة السعودية ومنشآتها النفطية من قبل الجماعة فقد شهدت سماء العاصمة اليمنية غارات جوية شنها التحالف على صنعاء بحسب التحالف الضربات استهدفت مصادر التهديد بصنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون ومدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر التحالف قال إن الهدف من الضربات حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد مؤكداً أن هذه العملية ستستمر حتى تحقق أهدافها وأضافت قوات التحالف أن العملية في مراحلها الأولى وعلى الحوثيين في اليمن تحملوا نتائج هجومهم العدائي الهجوم الأخير على صنعاء يأتي بعد تبني الحوثيين الجمعة هجمات جديدة على السعودية عشية الذكرى السنوية السابعة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو العملاقة للنفط في مدينة جدة ومن جهة أخرى أكدت السعودية عدم تحملها مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية متهمة إيران بدعمها للحوثيين لاستهداف منشآت أرامكو في الأثناء أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى اليوم أن الحوثيين قدموا مبادرة لوقف إطلاق النار عبر وسطاء تتضمن هدنة وفتح مطار سنعاء ومرفأ الحديدة مضيفا أن الحوثيين يواصلون هجماتهم لأنهم يريدون إعلان المبادرة وكان الحوثيون قد رفضوا في وقت سابق مفاوضات سلام يمنية يمنية وتنظيم حوار بين أطراف النزاع في اليمن بمبادرة من مجلس التعاون الخليجي أخفق البرلمان والعراقية اليوم في انتخاب رئيس للشمهورية على خلفية مقاطعة عدد من النقاب وعدم تحقق النصاب الضروري للانتخاب وأرجأ مجلس النواب العراقي جلسة الانتخاب إلى الأربعائية المقبل بعدما لب نحو مائة وستين وعشرين نائب دعوة المقاطعة من الإطار التنسيقية الذي يضم كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وكتلة الفتحة العراقية قررت دول الاتحادية الأوروبي منح المفاوضية الأوروبية تفويضا لشراء الغاز بشكل مشترك ضمن مساع لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الطاقة ووفق مقرارات قمة بروكسل فإن الدول السبعة والعشرين والمفاوضية ستعمل أو ستعمل معا بشكل عاجل على الشراء الطوعي للغاز عبر استغلال يثقل الاقتصادي للاتحادية الأوروبية من أجل الاستفادة من أسعار مواتية وستكون منصة الشراء المشتركة للاتحاد الأوروبية مفتوحة لدول غربية البلق البلقان وكذلك لدول الثلاث المرتبطة بالاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقياتي الشراكة ممثلة في مولدافيا وأوكرانيا وكذا جورجيا النتائج في الواقع إيجابية للغاية كان هناك اتفاق على حقيقة إمكانية التعاون فيما يتعلق بشراء الغاز بالطبع في الحالات الفردية يكون الأمر صعبا بعض الشيء لدينا شركات خاصة تفعل ذلك في جميع أنحاء أوروبا ونريد الاستمرار في القيام بذلك في المستقبل سنكون قادرين على التحرك بشكل أسرع مما يعتقده أي شخص من المهم أن تكون ألمانيا والدول الأخرى في ريب عندما يتعلق الأمر بالتدخلات في السوق ولكن من الصحيح أيضا أن وضعا معينا مثل حالة البرتغال وإسبانيا يجب فحصه بعناية وأعتقد أن هذا شيء جيد لقد قررنا لأول مرة أن يكون للمفوضية تفويض لإجراء عمليات شراء مشتركة وهذا بالضبط ما قررناه على غرار ما تم تبنيه في وقت أزمة كوفيد وهذا هو الأكثر تنظيما اليوم يشكل الاتحاد الأوروبي نحو 75% من مشتريات الغاز المسوق عبر خطوط الأنابيب في العالم إذا عرفنا كيفية اتباع نهج أكثر تجميعا فهو اليوم مقسم للغاية يمكننا أن نحدث قدرة أكبر بكثير على تحديد السعر أمهل رئيسه الروسي فلاديمير بوتين مجموعة غاز بروم لتحديد كيفية تحويل مبيعات الغاز الطبيعي للروبل في غضون الأيام الأربعة المقبلة في وقت حضرت وزارة الخارجية الروسية من حالة إفلاس عالمية إذا رفضت الدول اتفق زعماء الاتخاذ الأوروبي على وصفها بغير المقبولة وخرق للعقود المبرمة بين طرفين حالة رعب واستنفار تلك التي تعيشها أوروبا على وقع إعلان الرئيس الروسي تقويم غاز بلاده بالروبل المحلية مخاوف أوروبية فاقم منها إعلان موسكو إمهال عملاق الطاقة غاسبروم أربعة أيام لتطبيق الإجراء هناك تعليمات أصدرها رئيس الاتحاد الروسي لغاسبروم بقبول المدفوعات بالروبل أمام غاسبروم أربعة أيام لتدبير نظام الدفع بالروبل سيتم إبلاغ مشتري منتجات غاسبروم بهذه المعلومات ساعات يتعين يتعين على الشركات الأوروبية التي تشتري الغازة وتعمل على أراضي أوروبية أن تقدم مدفوعاتها باليورو مطالب روسيا لا تتوافق مع التعاقدات لا أعتقد أن روسيا تريد إنهاء عقودها وإلا فعليها إعلان ذلك صراحة لكنها تسعى لإيجاد طريقة للالتفاف على العقوبات الغربية الخطوة ليست سوى محاولة من روسيا للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي لن نسمح بالالتفاف على عقوباتنا لقد ول العهد الذي يمكن فيه استخدام الطاقة لابتزازنا لهجة أوروبية حادة في وصف الإجراء الروسي الذي اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على اعتباره خرقا للعقود الزعماء اتفقوا على أن أي مطالبة من جانب روسيا ببيع صادراتها من الغاز بالروبل ستمثل خرقا للعقود المفوضية الأوروبية ستناقش مع أصحاب المصلحة وشركات النفط والكهرباء الكبرى وشركات التوزيع وغيرها خيارات لتخفيف أزمة سوق التاقة بما في ذلك اقتراح لوضع حد أقصى لأسعار الغاز نتوقع الحصول على بعض المقترحات بحلول ماء خطوة روسية سيتم بموجبها شراء أربعين من الغاز مقابل الروبل في واحدة من أقوى التحولات في سياسات الطاقة الروسية منذ قيام الاتحاد السوفيتي السابق ما يعني دفع ثمانمائة وثمانين مليون دولار يوميا بالعملة الروسية وتمثل المدفوعات باليورو ثمانية وخمسين في المائة بينما تشكل المدفوعات بالدولار تسعة وثلاثين في المائة في حين لا تتجاوز المدفوعات بالجنيه الاسترليني سوى ثلاثة في المائة في رياضة عادت بعطة المنتخبية الجزائري صبحت اليوم إلى الجزائر قادمة من دول الكاميرونية بعد خوضها مباراة الذهاب ضمن الدور التصفوي الأخير لتأهل لكأس العالم الفين واثنين وعشرين التي حصمها الخضر لصالحهم بهدف دون رد هذا وأكد المدرب الجزائري جمال بالماضي على أحقية منتخبه بهذا الفوز كما شكر الجماهير الجزائرية على وقوفها الدائم مع التشكيلة الوطنية أنا راضي جدا ليس سهلا أن تفوز على الكاميرون وفي تاريخ المواجهات الرسمية لم يسبق أن فوزنا على الكاميرون في مباراة الرسمية لا أريد أن أدخل في التفاصيل واللاعبون تبقوا التعليمات الاسترجاع مهم جدا أولا لقد تبقنا مخططنا وطريقة لعبنا في المباراة بهذا مشاهدنا نصل إلى نهاية نشرته الخصاد نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر